طيب لو قلت لك الشخصية المستباحة قول لي كده معناها واحد اتنين تلات اربعة طيب الشخصية المستباحة دي اللي ما بتعرفش ترسم الحدود مع الناس اللي الناس بتيجي عليها وبيحسسوها ان انت مغلوبة على امرك او ان انت مغلوبة على امرك الشخصية المستباحة دي اللي ممكن يجي على النفسه في حاجات كتير جدا مقابل انه هو يرضي الناس وفيه ناس مشة في حياتها دايما مبدأها ان انا ارض الناس واللي بيرضي الناس هو خسران لان الناس عمرها ما هترضى ارضاء الناس غاية لا تدرك مهما عملت مش هتعرف ترضى الناس بيبقى عندك اعذار وتقعد تبرر عشان انت مش قادر تروح المشوار ده مع انك المفروض تقول انا مش قادر اروح بس الناس بتضغط عليك وبيستغلوا نقطة الضعف اللي موجودة عندك عشان تعمل لهم مصالحهم وكل واحد بيدور في النهاية على مصلحته مش كل الناس طبعا بنسبة بنسبة بيدوروا كل واحد بيدوروا على مصلحته على اساس ان انا يبقى موجود معايا بس الشخصية اللي تبقى كده مش بيبقى هو عنده نسبة العطاء عالية شوية يعني هو بيشوف متعته وساعدته في انه يرضي الاخرين هي في الاول متعة انا طيب بعمل حاجات كتير للناس انا معطاء بعمل حاجات كتير للناس بس انا في النهاية بنى ادم عايز تقدير عايز كلمة حلوة في النهاية انا مش انسان قالي انا بصحتي صحتي دي في النهاية بتقع مني طيب انا عمال اعمل وعمال قدي وعمال اهتم بكل الناس واتصل بده واهتم بيه وروح اخلص معده ايه ولما اجي اقع في موقف انا ما بلاقيش حد بيقف معايا طب ايه الفرق بين ان الشخص يبقى معطاء عشان منتظر ان الناس تقوله يا سلام عليك ده انت مفيش منك اه او انه يبقى معطاء عشان هو بيحب جبر الخواطر بيحب يدي الشخص اللي بيعمل عشان الناس تقول انه هو بيعمل ده نفاق ده مالوش علاقة بالعطاء ولا ليه علاقة بالطيبة وفيه جزء من النرجسية النرجسي بيحب يظهر قدام الناس شو ده راح ده جه ده عمل ده بيساعد ده فيه جزء من ان انا عايز ازبط قدام الناس بعوض نقص موجود جواه وبقول للناس عشان يقوله عني كلام حل فده بيعرف امتى يعمل وامتى ما يعملش بمزاجه لكن الشخص التاني هو شخص مغلوب على امره طول الوقت هتلاقيه ان هو اول استجابات عنده في تفكيره ان انا اعمل 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 ادي اهتم حتى الكمان حد عنده اتصل اعمل ماشي ده جبر خواطر حلوة جدا بس لما بيزيد عن حده انت في النهاية بترجع تزعل على نفسك وتقول طب انا عملت ومتقدرتش اديت ومحدش اهتم بيا دلوقتي انا مش بصحتي محد تساعدني انا بقول للناس خلوك خليكم متوازنين علشان وانت ماشي في طريق حياتك تعرف انا مش بقول للناس ما تتخبتش خبطات وقاك ما تقدرش تقوم منها انا ما بقولش للناس ما تعملوش عطاء وما تكونوش طيبين بس ما تسمحش الحد ان هو يستغلك ويدوس عليك